مرحبا سلاماش نحوالكم انشاء الله تكونوا بالف خير يا ربي اليوم انشاء الله جديدكم بس حين حلوة تونسي يعمل الكيف الاصل تونسي والبنة الزمنية حاجة اللهم صلي عني بي اليوم انشاء الله باش نقدم لكم رساة البقلوة التونسية بالفاكية سبق لكم رساة كعك الورقة احترافي سهل وبنين ومزيان على الأخر لكن كعبت الكعك الامانة اللي تشوفوا فيهم في الصحن راوم شريطهم من عند صديقتي وعزيزتي بس ما تنخليكم الرابط والنمر متاحة في وسط صندوق الوصف اذا كانت حبوا تعديوا لي كوماندون تاكم ستقوني ننصحكم بها حلوها مزيان ويعمل 66 كيف بقلوتنا لليوم سهلة وبسيطة عملتها لكم في تبيق صغير يلا نبدأوا المقادير وطريق التحذير مع بعضهم اول حاجة لهنا خذيت مقدار من الدقيق للامانة استخدمت الدقيق الخاص بالبقلوة اذا كان ما عندكم مش نزموا تستعملوا بدقيق تيب 00 وإلا تيب 45 وتنجموا زدكي في كيف تعملوا بالفارينة العادية اما اذا كان عندكم فارينة عادية تزيدوا عليها بيضة وتعجنوا بنفس الكيفية اللي بش نحكيها لكم تو دونك تاخدوا كيلو جرام من الدقيق وتزيدوا تعملوا عليهم مقدار 30 ميليليتر من زيت الزيتون و30 ميليليتر من الزبدة المغلات من زوعة الحليب بردون وزيت سبق لي وتشاركت معاكم الطريقة وتخليكم الرابط بتاحها في صندوق الوصف دونك هنا بش نزيد عليهم زدكي في كيف رشة من الملح و بش نلمهم بالماء الدافي قولوا واحنا ماء الدافي ملذذ دمعة عين دونك و بش نعجنوا الباتم تاعنا مليح مليح و بش نلموها و نحطوها في فيلم اليمانتر يعني بش نعملو لها فيلم و كونتاكت ما نخليوش لهو يدخل لها ملاحظة ساعات كي يبدو عنا كميات كبيرة متعفلين و بش نحلو مناس سينية بقليوة كبيرة مثلا ولا برشة ثواني فرد وقت في اللي بروفيسيونال نحكي لكم دونك اما نعجنوها مليح مليح باليد هاكي كاكور كور او ساعات نعديوهم على هشوار متاع الحم اما بطبيعة ما تكونش متاع الحم نبدو عاملينها سبيسيال للبقلية وهذي كابتو تستيوسة كونقلكم عليها اذا كانت تحبو تستفادو و الا متو ما ديجا عندكم سينية مقلية و كبيرة تحبو تحلوها دونك متاع ثمانية كيلو و متاع ستا كيلوها كتحلو تنجمو وتعملو طريقة ديك كالسريعة دونك الهنا كي ما شفتو عجنت العجينة متاعي مليح 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 بنفس المكيال اللي حكيتلكم علي واقسمتها ان دو بول و مبعتلي كل كعبورة بتبيعة بالتساوي بالميزان القسمان الهنا كل الميزان اللي بش تقاوهم تعالبات تقسموها على ثنين و مبعتلي كل بول تعودو تزنوها وتقسموها على اثنى عشرة كرة دونك بالنسبة لي الطبقة اللي بش نعملو راهو طبقة عشرين على ثلاثين وتونو نحكي لكم في وسط الفيديو كيفاش تعملو حساب الطبقات اللي عندكم بطريقة سهلة جدا 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 يعني ما غير ما تقول لا تحيروا ولا تحتاروا دونك بش ناخد لهنا كل كعبورة بشكل هذيك وبش نحلها بالطبيعة بالنشاى وبش نحطهم فوق سحنو بالطبيعة ما بيناتهم يا اما تعملو اه بابي كويسان او تعملو اه ساشي اليمانتير او جوز تعملو رشا متاع نشاى لكم حرية الاختيار هذو ما ثلاثة طرق نجمو تحتفظوا بالورقات متاعكم بالطبيعة ننصحكم انكم اول ورقة تحلوها هي تعاود وتقلبوها وتخليوها هي الورقة الفقنية بالكل يعني باخترا لتكون هي مرتاحة اكتر فهمتوني دونك تقلبو الورقات متاعكم اللوطانية تردوها من الفوق قمتوهم ماشي نكاكا وعتني تغلفوهم بالشكل هذيك وتحطوهم على الجنب بالنسبة للطبقة اللي قدوكم عشرين على ثلاثين عمتلو تسعمية جرام فاكية هنا عندي ستمية جرام لوز حطيت عليهم مقدار متاع مية وخمسين جرام فارينا ومية جرام سكر محور اللي هو سكر غلاس دونك متوم مستغربوش من كمية الفارينا صدقوني للامان راني نعتي فيكم في نصايح بروفيسيونال وساهلين ويضمنو لكم بقلوة بنينة وناجحة وزمنية مليون في الميات سنين الله واحد يخدم في البقلوة يعني مانيش مش نجي نغشكم ومتوم تعرفوا الكلام هذا في فيديوهات السابقة وفي التطبيقات اللي انتم عملتوهم وبعثتوهم لي ربي شاء الله يبارك لكم في ويديتكم وربي عينكم الناس كل حتى نعرف العديد العديد من الاخوات واللو يبيعوا ويخدموا في الحلويات معناها بفضل ان شاء الله فضل الفضل يرجع ربيه بالطبيعة اما زادة بالمجهود متاع الفيديوهات اللي نصايح اللي نقدم لكم فيهم نرجع طوى الباقي الفاكية لون قلنا 300 جرام لوز حطينا عليهم مية وخمسين جرام فارينا ومية جرام سكر محور و300 جرام لوز يربي بفريوه وبيستاش مع بعضهم خلطين قصيتهم بالسكينة بالشكل هذيك يعني كونكا سي كبار بالسكينة وحطيت عليهم مقدار متاع خمسين جرام فارينا وخمسين جرام سكر محور ليزمين راهو باش الفاكية في الوسط تشد بعضها وتلصق في الكعبة وجينا مزيانة ومرتوبة بالنسبة للطباق كيما شفتوا اصدقائي راهو ملحوم مجوين بالاربعة ولهنى زدى كيف كيف فما تبقات خاصة بالبقلاوة يكونوا لحيوتوا متاع التباق متاع ما يكونوا شعالين برشا اما انتي حرة نجم تشري حتى تباق عادي من السوق كيما تباق هذا ويلزمكم يبدأ تباق متاعكم جديد ملاحظة مهمة برشا يزمكم تحرقوه ولا تطيبوه هكثر من مرة في الفور باش البقلاوة متاعكم القاعة متاعها ما يلصقش في القاعة نكون ندهنوا اطباق متاعنا من اللوطة بالزيت والزبدة باكل خليط متاع تشقشيق اللي هو يتكون اساسا كيما نقولوا من 150 جرام زيت و150 جرام بتبيعة زيت زيتونة و150 جرام برد وزيت وباش نبدأوا نحلوا فورقات البقلاوة متاعنا بالورقة بالورقة وبين كل ورقة وورقة نشقشخوها بالزبدة والزيت خليطة شقشيق يعني كيما قلتلكم يبدأ اشطار بين زيت زيتونة وزبدة مغلات من زوعة الحليب اللي هي البردون وزيت وهذي بطبيعة تعتبر مرحلة مهمة جدا باش تجينا ورقة البقلاوة متاعنا بالبقلاوة جملة يعني بنينا وفاوحة وتجيكم زيدة كيف كيف مورقة وذهبية تعمل الكيف نوك ديما تحاولوا تحلوا الورقة متاعكم هكاكا بالسياسة كسسوا بقفاء ايدكم هكا بالبونية او تحلوها بس ببعادكم ولا تقاوش كون يجبد معاكم لكم حرية الاختيار اخذ موكي ما يساعدكم بالنسبة لهناي اصدقائي للعجينة راني رتحتها جست ترتحوها قيس متومة تبدأوا وتحضروا في الحشوة متاعكم تعلوزرها ومش بضرورة ترتحوها ساعتين وثلاثة يعني يكفي حتى نص ساعة في بلاسة دافية كافية جدا 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 يعني جست متحضروا فاكيتكم وتبدأوا ازيقاء الى هنا بالنسبة لحسبان اطبقات لبقليو امتاكم بالنسبة لطبقات تبعثوا لي قياسات اشكال انواع وكيفاش نجي منحسب بقليوتي الحساب ساهل برشا كيما اسبق لي وتشاركت معاكم طريقة الحساب نعاود نقول هيكم في الفيديو هذا وان شاء الله ياربي تستفادوا الناس كل وان شاء الله ياربي سؤالات معاش تقوا تعاود تتكرر خطر نحس ما في مش تركيزه في الفيديوهات نتمنى انكم تركزوا معاش تزابيو خطر راهو كل نصيحة بحسابها دونك طريقة الحسبان سهلة برشا تعملوا طول في عرض متاع تبقى متاعكم معا 300 جرام 300 كيفاش طول في عرض مثلا بش نستعمل تبقى بقليوة 30 في 40 شنوه نعملو نجيبو 30 في 40 يطلعو 1200 ونزيدوهم 300 جرام قداش يوليو يوليو كيلو ونص يعني عبارة تبقى 30 على 40 بشيثة هالكنة كيلو وخمسمائة جرام فاكية فما شكون يعمل معا 250 جرام رهم لكم حرية اختيار بالنسبة لي على حسب القالب امتاعين تاع القصان اللي هو القالب الذميم اللي نسكو اللي تخدم بيه جنرال مو سنين الله نخدم بيه فالقياس كيما قلت لكم تعملو طول في عرضه معا 300 جرام كالكوسوات بقى متاعكم مستطيل مربع كبير صغير طول في عرض معا 300 جرام تساوي هي كمية الفاكية اللي بش تستعملوها بالنسبة تقولوا لكمية الفاكية قداش فارينة وقداش الشحو السكر السكر للشحور هو نفسه كمية الفاكية مثلا عملتوا كيلو ونص فاكية تعملوا كيلو ونص فاكية تعملوا كيلو ونص فاكية قد الفارينة قد الفاكية قد السكر معادلة سهلة جدا 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 نرجع لكم طول البقليوة كيما شفتو كملت حليت ورقات البقليوة ورقات البقليوة متاعي الكل وشخشختهم بالزبدة والزيت كيما شفتو ونبعدالي عملت رش عليهم بالسكر سكر محور ولا السكر العادي ونبعدالي يعني رشيت الجزء الاول من اللوز خاطر كمية اللوز هذيك 600 جرام اللي حطلت خلطها مع السكر المحور والفارينة قسمتها على ثنين ورشيت الكمية الاولى ونبعدالي باش نكملت فردتك الفاكية بالشكل هذيك يتكون بشكل متساوي بطبيعة عايزكم تخرجوا لهوية مجنبات وتتأكدوا انه الفاكية وصلت للحافات الاربعة وتفرضوها بشكل يكون متساوي وتعملوا هيك ضغطة خفيفة بين كل طبقة وطبقة باش تأكدوا انه اللوز والفاكية كل ركبت على بعضها بشكل متساوي وما خليناش فراغات في البات هنا كملنا الجزء الاخير متاع اللوز اللي هو المقدار الاخير ونبعدالي ركحناها وسط وينها بيدنا بالشكل هذيك ونبدأوا نربطوا عليها وإلا نضربوها بشكل خفيف وبسيط برشا باش يجينا البات كي ما قلت لكم مستوية ومتنغمة على روحها لهني عملت رشا متاع ماء الزهر بخبختها بماء الزهر من فوق كي منها كيكا ماء الزهر هذيك تنجمو تزيدوه قطارات من روح اللوز اللي يكون الماركة متاعه حازم عليش دي ما قولكم نسميكم الماركة بالفيت في الفاسة هذي متاع البقليوة خاطر ماركة حازم ميكونش اللوز روح اللوز متاعها يكون مر لكي كتعتينا ترجعنا اريار كو في البقليوة دونك ما دينا خايبة ذك عليش قطركم سينو اعملوا جس رشا ماء الزهر وكهو وعمل عليها رشاة سكر باش نضنوا التساق الطبقة الفوقانية متاع ورقات البقليوة الزقائي لهنا ملاحظة جدا مهمة جدا فما ناس يحبوا البقليوة متاعهم تجيهم رطبة يعني برج البقليوة يجي رطب واملس مثل الحقط يعني ما يجيهمش ما تراشي يعني الكعبات متاع اللوز وكل ما يراشي ما يبداش اللوز ومدش هذيك يبدأ اللوز مرحي عاللخر بودر عاللخر لكم توم عليكم حرية اختيارية اما ترحيوا اللوز متاعكم رحية تكون رطبة ناعمة جدا او ترحيوها رحية تكون مهيش ناعمة عاللخر ومهيش حرشة مش كون كاسي يعني يكون لوز سبيسيال بقليوة يبدأ مدشتش شوية كيما السميد المتوسط ولا سميد الخشن يبدأ بالشكل هذيكا ومبعد تالي لهنا اصدقائي بعد ما رشينا السكر المحور تجمو ترشوا في عوضو السكر العادي فماش حتى مشكل باش نكملوا نحلوا وريقات البقليوة متاعنا وبتبيعة كيما شفتوا بين كل ورقة ورقة باش نشخشخوها بالزيت والزبدة الخليط متاع الشخشي خليط فهمنا فيه فما زد العديد العديد من الاسئلة التي ترحلي بخصوص الشحور فما ناس الشحور هيسكر اصدقائي دو بريفيرانس ذاكم الطيبو الشحور متاعكم قبل بيوم يعني يكون جاهز قبل بيوم باش تتأكدوا انو شحوركم ناجح ومنسيتوا فيه حد شي رهو غلطة متاع الشحور تنجم بتخسركم في سينية تسوى مئة لالاف ننصحكم اعملوا شحوركم قبل بيوم خليوه يبات باش تأكدوا من التكستور متاعوا كيف نوا والقوام متاعوا كيف نوا وناجح ولا لا وكل شي سبق لي وتشاركت معاكم الشحور بالطريقة التقليدية والشحور العصري والطرق زوز نجحت لكم وجربتوها وعجبتكم على الاخر بنسبة لي انفضل الطريقة التقليدية خطر الطريقة العصرية اللي هو بالفوندان منع رشكا نحس ديما يبعد على الطريقة التقليدية ونحس ديما الحاجة الزمنية بنينة وزيد فيها ديما حاجة بلوس دونك بعدما كملت فرط وريقات البقلوة متاعي لكل باش نبدأ نقص ايكا الاطراف الاربعة متاع العجينة متاعي العجينة بتبيع الفاضل متاع البقلوة تنجموا تزيدوه الخميرة وتزيدوه شوية ماء وشوية ملح وتعجنوهم وتعملو بهم خبزات في الفور وتنجموا زادة إذا كانوا ريقات متاعكم بتاع البقليوة مكفة وكمش تعاودوا تعجنوا هيكل عجينة ذيكا وتقرصوها ديبول وتعاودوا تطرحوها وترتحوها وتعاودوا تحلوها فوق سينية البقليوة لا بأسة في ذلك يعني تزيدوا بها زيادة لأنها بعدما رتحت البقليوة متاعي بما أنه في فصل الشتاء فرتحتها ليلة كاملة وبتبعته نظراً إذريق الوقت والضغط وتعبد لكن رتحتها ليلة كاملة ومثوم أن ننصحكم ترتحو البقليوة متاعكم على الأقل تلسسوية ما تسمعوا كلام حد على الأقل البقليوة متاعكم ترتاح تلسسوية ومتكونش عريانة خطر كتب دا عريانة الورقة الفقينية تشيح وتتكسر الدو بريفيرانس تغطيه البقليوة متاعكم ممليح وتخليه تتشمع أقل شي تلسسوية نونك إذا كانكم تختموا فاة بالبقليوة بالفيرينة العادية ننصحكم خليه ترتاح الليلة كاملة خاطر فرينة عادية مش كيف الفرينة الخاصة بالبقريوة باللي نكون عجلنها وعملنها بطريقة سبيسيال وزنها البيضة كل شي مش بتعطينا نفس الوزلطات نوك ننصحكم انكم تعملوها تردحوها اقل شي تتسوية اذا كان عندكم فرينة خاصة بالبقريوة بالنسبة لي يا راني وليت عندي قمدة نقص فيها بالكوبات هذي كانا قاها براتيكو اسهل الف مرة خاطر السكينة الرقيقة متاعي بالكل تكسرت لي وما خطيتش سكينة اخر جويدة دونك وليت نقص بالكوبات عملته سبيسي الباتسري دونك هنا باش ندخل البقليوة متاعي للفور بعد ما نغطيها بالشكل هذيك ونحط فوقها طبقة طبقة ذكرها مو شغلية نخليها تطيب لمدة خمسين ولا خمسة وخمسين دقيقة ولا ساعة كاملة على درجة حرارة مياه وخمسة واربعين درجة ولا مياه وخمسين درجة انت يقود الفور متاعك بطبيعة هنا حسيت روحي هيكا هو مش حسيت روحي راني نسيتها درجين زايدين في الفور دونك شنوه صار حسيتها تتحمرت شوية دبلاش يعني من اللوطة اما كانت ذهبية اللون وجميلة جدا ورائعة بشهادة كل من ذاقها اعملكها للولادة متاعي دونك البقليوة كانت حاجة بالحق عالمية بالنسبة للشحور اصدقائي بالحق ننصحكم برشا انكم تبشوا تعملوا طالة على الفيديو متاع الشحور اللي عملته شوفوا هكي شحور منظروا كيف نوا ذهبي جيني بقليوة معسلة ومزيانة وتعمل الكيف ان شاء الله يربي تشرب الروسات وتشاركوني تطبيقات متاعكم في جروبكم صنفة ونص بايكوزين كوزين باي سويت سندس اي كوزين ماريوما وإلا تبعثوا لي على الانستغرام سويت سندس وتعملوا لي تاج دونك ان شاء الله يا ربي الرسات تكون عجبتكم وتجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم بنسبة لهنا الكعك اللي شفتوه في وسط الفيديو راني شيريتو من عند صديقتي بسمة نخليكم الرقم متاحة موجود في صندوق الوصف عندها سيفة كعك حاجة ما شاء الله مش كان الكعك بالحقيقة متاع ربي هي تبيع برشا انواع تحالويات حاجة مزيانة على الاخر شاء الله ربي بركلها في ويديتها وان شاء الله يا ربي تكون درساتي لليوم عجبتكم وان شاء الله كونا خفيفة تطلع عليكم وجاوبت على اغلب الاسئلة متاعكم طبعا بقالي كمش نقولكم بس بس